السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية في هذا الفيديو سوف ننجز تمارين الصفحة 22 من درس الأعداد من 101 إلى 999 دائما كتاب المرجع في الرياضيات المستوى الثاني لنبدأ على بركة الله ولاحظ المثال ثم أكمل إذن في هذا المثال عندي 799 هنا عندي 600 عندي 15 و 3 وحدات 0 وحدات 8 في العشرات 5 6 7 8 1 2 3 أضع 5 إذن 18 و 500 وهنا عندي 5 في وحدات 0 و 10 سوف أحسب رقم المئات إذن عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 إذن عندي 8 8 في المئات أكمل 718 و 4 وحدات كي لا نخطأ أعزائي دائما استعين بجدول العد أو بوضع نقطة هكذا إذن هذه النقطة تساعدني في وضعي بالأقل إذن النقطة الأولى تعبر عني وحدات والثانية عن العشرات والثالث عن المئات كأنني رسمت جدول العد إذن 700 ف7 هنا في المئات 18 ف8 هنا وأربع وحدات فأربع هنا 900 ف9 هنا لا تبدأوا بالعكس إذا قمتم بالكتابة بشكل عكسي فأنتم سوف تكتبون المئات في الوحدات 3 في العشرات و 6 في الوحدات هنا عندي المئات هي 8 3 في العشرات 4 في الوحدات 9 مئات 8 و 5 وحدات ألاحظ المثالين وأكمل هنا أعزائي قمنا بكتابة من نسميها الكتابة الجمعية إذن إما عند كتابة جمعية أحولها إلى عدد أو عدد يحول إلى كتابة جمعية نبدأ بهذا العدد 800 زائد 5 زائد 3 يعني 850 و 3 هي 853 هنا 600 وهنا 1 وهنا 2 إذن 612 900 و 7 و 8 هنا سوف أقوم بالكتابة الجمعية إذن المئات 6 600 زائد 50 زائد 4 900 زائد 50 زائد 0 على الأكتوبة 700 زائد 40 زائد 9 التمرين الرابع عشر ماذا يمثل الرقم الخمسة في كلين الأعداد التالية؟ إذن إذا كان في الرقم الأول فهو يمثل الوحدات في الرقم الثاني يمثل العشرات الرقم الأول الوحدات إذا كان في الرقم الثالث فهو يمثل المئات الرقم الثاني هو العشرات الرقم الثالث المئات تمني الخامس عشر أكتشف الأخطاء وأصححها إذن عندي هنا 900 عفوا 909 إذن 900 قالوا 100 يعني 3 أرقام هذه كلها يعني هذه كتابة خطيئة 3 أرقام مئات عشرات وحدات 900 9 في المئات وتسعة تسعة فقط ليست هناك عشرات أملأ خانتها بالصفر 880 800 هذه 800 يعني 8 في المئات 800 8 في المئات 80 مدق عن الو والنون يعني 8 في العشرات لم نقل شيئا عن الوحدات أملأ خانة الوحدات بالصفر 111 100 100 اسم مفرد 100 تعني في المئات واحد يعني في خانة المئات واحد ليست 300 وليست 900 وليست 700 فقط 100 واحدة يعني واحد وأحد عشر أحد تعني واحد وعشر تعني عشرة وحيدة يعني واحد في الوحدات هي أحد وواحد في العشرات هي التي تعني عشر وعلى العموم نعرف كلمة أحد عشر نعرف أحد عشر هي أحد عشر أمز إذن 111 نمر نمر للعدد التمرين السادس عشر أعد بالعشرة وأكمل بالعشرة يعني أنتقلوا بعشرة مئة مئة وعشرة مئة وعشرون مئة وثلاثون وهكذا مئة واربعون مئة وخمسون مئة وستون مئة وسبعون لاحظوا أعزائي كل الأرقام لا تتغير إلا رقم العشرات رقم العشرات هو الذي يتغير لماذا؟ لأنني أنتقل بالعشرات فأنا دائما أكتب واحد في المئات وصفر في الوحادات ولكني أغير الرقم موجودة في الوسط إذن هنا سبعة وهنا ستكون تمانية وهنا تسعة لاحظتم؟ إذن بعد مئة وتسعين مال زائد عشرة سوف أبدأ مئة جديدة هي مئتان ثم أبدأ بهذه المئة الجديدة التي هي اثنان مئتان وعشرة مئتان وعشرون مئتان وثلاثون مئتان واربعون مئتان وخمسون مئتان وستون مئتان وسبعون مئتان وتمانون مئتان وتسعون ماذا بعد مئتان وتسعون؟ مثل 190 مئة جديدة مئتان مئتان وتسعون مئة جديدة 300 وهكذا نمر للتمرين السبع عشر أعد بخمسين وأكمل إذن دائما أضيف العدد خمسون إذن صفر خمسون مئة مئة وخمسون مئتان مئتان وخمسون تلات مئة تلات مئة وخمسون أربع مئة دائما في هذا التسلسل ربع مئة وخمسون خمس مئة خمس مئة وخمسون ست مئة ست مئة وخمسون موجودة بعدها سبع مئة سبع مئة وخمسون تمان مئة تمان مئة وخمسون تسع مئة تسع مئة وخمسون